السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحضير النص الشعري المواكب والموجود بالصفحتين 147 و148 بكتاب المرجع في اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي إذن كالعادة نبدأ بملاحظة النص والسكشافه دراسة العنوان إذن تركيبيا هذا العنوان المواكب الذي هو عنوان القصيدة فهو عنوان مفرد من حيث عدد كلماته وجمع من حيث صيغته مواكب جمعها مواكب معجميا ينتمي إلى المجالي الجماعي أما دلاليا فالمواكب كما قلنا مفردها أو جمع لموكب أو لمفردها هو موكب وهو الجماعة من الناس الذين يسيرون ركبانا ومشاة في زينة واحتفال خلفية النص إذن كتبت القصيدة على خلفية لافتة للانتباه وهي صفحة رسالة قديمة مما قد يعني أن الشاعر يوجه رسالة إلى مواكب الناس فماذا تتوقع أن يكون مضمون هذه الرسالة إذن كجواب يفترض أن تكون الرسالة التي يوجهها الشاعر لمواكب الناس حاملة لخطاب اجتماعي بدايات الأبيات إذن لم يتكرر فيها العنوان لفظا يعني لفظ المواكب لم يتكرر في الأبيات الأولى من القصيدة ولكننا نجد ألفاظ أخرى جاءت على نفس صيغته له صيغة الجمع وهي الناس آلات قطعان الرعاة إلى غير ذلك ومنه يفترض أن تكون رسالة الشاعر موجهة إلى أصناف مختلفة من الناس لا إلى صنف واحد فقط الأسماء نلاحظ هيمنة للأسماء على الأفعال في القصيدة وهي قصيدة من حيث النوع هي قصيدة وصفية الهدف من توضيف الأفعال بكترة أو الأسماء أعفوا بكترة هو رغبة الشاعري في تثبيت وترصيخ رسالته نوعية النص إذن هو قصيدة شعرية عمودية ذات بعد اجتماعي إنساني نمر لفهم النص إذن الإضاح اللغوي شرح بعض الكلمات في النص مثل تولى إذن تولى لها معنيان تولى بمعنى ذهب ومضى وانصرف وهذا هو المقصود في البيت السادس ولها معنى آخر تولى بمعنى تكفل وهو المقصود في البيت السابع ثم رغد العيش أي طيب العيش ورفاهيته مكتدحا بمعنى متعبا وباذلا جهدا فطروا أي ملوا وسائموا الفكرة المحورية للقصيدة التأمل في واقع الناس وحقيقة الحياة ومعنى السعادة نمر لتحليل النص إذن رؤية الشاعر رؤيته للناس وتتجسد في الأبيات الأربعة الأولى الإنسان شرير بطبعه لا يفعل الخير إلا إذا أجبر على فعله والموت هو المصير الحتمي لكل إنسان إذن هذا هو المضمون دي الأبيات الأربعة الأولى هناك أيضا رؤية الشاعر للحياة وهي التي تدل عليها الأبيات من البيت الخامس إلى البيت السابع ومضمونها الحياة كالحلم مليئة بالغموض والأسرار التي تظل مجهولة في كل الأحوال في لحظات الحزن والكدر وأيضا في لحظات الفرح ورغد العيش ثم أيضا رؤيته للسعادة وهي التي يعبر عنها في الأبيات من البيت الثامن إلى البيت الحادي عشر بحيث السعادة شبح أو وهم يلهث الناس وراءه وعندما يحصلون عليها يملون منها بسرعة لذلك في السعادة الحقيقية في نظر الشاعر تكون قبل تحقيقها أي في لحظة الشوق إليها وخاصة الشوق إلى الأمور الصعبة والمستحيلة ثم لدينا الحقول الدلالية إذن هناك الألفاظ دل على التفاؤل والألفاظ الدل على التشاؤم إذن ما يدل على التفاؤل هناك الخير أحلام الأفراح رغد العيش السعادة سعيدا إلى غير ذلك أما ما يدل على التشاؤم فهناك الشر هناك تنكسر يندثر حزن يستثير يحجبه الكدر شبح من له مكتدحا يبطي يعتكر فتر منصرف إلى غير ذلك والدلالة دلالة الحقلين نستنتج من الحقلين السابقين ما يلي هيمنة الألفاظ الدل على التشاؤم وهو يدل على النزعة التشاؤمية للشاعر تجاه الحياة وهذا ينسجم مع أفكار المدرسة الرومانسية التي ينتمي إليها الشاعر ثم هناك تقابل في الألفاظ بين الحقلين الخير الشر الأفراح حزن رغد العيش الكدر وهذا يدل على أن الشاعر يرى الحياة مليئة بالمتناقضات نمر للخصائص الفنية في القصيدة إذا الكاتب استعملت تشبيه كمثل قوله كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر والمشبه هنا فهو السعادة والمشبه بها هو النهر إذن يشبه السعادة بالنهر والأدات تشبيه هي الكاف كالنهر أما وجه الشبه فهو الإصراع نحو الهدف أو نحو البحث عن السعادة رغم العراقيل والصعاب ثم الوقوف والركود بعد ذلك وأيضا هناك تشبيه مثل آخر لتشبيه كقوله وأكثر الناس آلات تحركها أصابيع الدهر يوما ثم تنكسر بحيث هنا شبه ماذا شبه الناس إذن المشبه وهنا هو الناس وأكثر الناس كالآلات كالآلات إذن هنا أداة التشبيه فهي محدوفة من آلات وهو المشبه به إذن قلنا المشبه به هو آلات وحدفت منها أداة التشبيه وقلنا أداة تشبيه حدفت منها ووجه الشبه هو الانكسار وفقدان الصلاحية استعمل كذلك الاستعارة في مثل قوله كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر بحيث اللفظ المستعمل هنا في غير ما وضع له هو يركض إذن النهر يركض إذن النهر لا يركض ولكنه استعملنا لفظا هنا وأسندناه للنهر وهو لفظ في غير محله والمشبه طبعا هنا هو النهر وتوضيح الاستعارة هنا شبها النهر بالإنسان في السير والتحرك إذن من يركض هو الإنسان فحدف المشبه به لهو الإنسان وأبقي على لازم من لوازمه لهو الركض الذي استعاره الشاعر من الإنسان ليؤدي به المعنى الذي أراده في البيت السابق لأن هذا هو توضيح الاستعارة لعنى فهد البيت والمعنى ديال يركض ثم أيضا الطباق كمثل قوله الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا إذن لدينا الخير ولدينا الشر والسر في النفس حزن النفس يستره فإن تولى فبالأفراح يستتر ووظيفة الطباق هنا هي الحجاج والإقناع من خلال رصد المقارنات والمفارقات واستنشاج التناقض الذي يراه الشاعر سمة في الحياة أيضا وظف التكرار من خلال تكرار ألفاظ كثيرة منها الناس تقولنا النفس المنيع وغيرها ووظيفة التكرار هي التأكيد وتثبيت المعنى وترسيخه إذن نكتفي بهذا القدر أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر